يبتسم هؤلاء الصبية غير مدركين الواقع المرير الذي يعيشنه مع أهاليهم النازحين من سوريا إلى لبنان هنا في البقاع اللبناني بين هذه الطرقات يعيش المئات من النازحين في أكواخ بدائية صنعوها في العراء مستخدمين في بنائها عواميد خشبية والكارتون والستائر النايلون التي لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء الذي أضحى على الأبواب ناهيك عن الأمراض التي قد تطالوا العائلات نتيجة الواقع الصحي المزري الذي يعيشنه فهنا طفلة غزت جسدها النحيل لدغات الحشرات وأخرى تشتكي قلة الغذاء وسوء المعيشة تلعوا لي والساتو ما طيبة ما شفتها بالفوق الصدر بيوجع ورأتين وبيوجع وما بيحسن يتنفس على السوا يحطل من بردعي يعني صعب بردع يعني عطول جعل لأني ما بيحسن يردع وضع مأساوي تفتقر فيه هذه العائلات النازحة إلى أبسط مقومات الحياة بدءا بالطعام والشراب وصولا إلى الاستغلال الكبير الذي يلاقيه هؤلاء من أرباب العمل الذين وبحسب وصفهم استغلوا حاجتهم الماسة للعمل ليفرضوا سطوتهم مستغلين قوانين العمل الجديدة التي أصدرتها الحكومة اللبنانية مؤخرا ما أثر سلبا على عمل سورين موضوع الشغل قاعدين يا أخي تشتغل عند النجار نهار فيه مصاري نهار ما فيه مصاري أخي نهار اشتغل بكفي لك الحق ما بتشتغل الله معه راح الحق عليك الاستغلال دفع النازحين هنا إلى التفكير بالعودة إلى ديارهم وتفضيل الموت تحت وطأة القصف على العيش بهذا الواقع المرير